تحملت كل هالسنين 25 سنة هذا هو حال كثير من اللبنانيات لا حماية ولا مساواة فقد نشرت منظمة Human Rights Watch تقريرا عن حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية هذه القوانين حسب المنظمة تتضمن تمييزا ضد نساء كل الطوائف الدينية فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال على الوجه الخصوص إذا بدنا نستلخص التقريب بكلمتان هي للأيناء أنه فيه تمييز وفيه غياب للحماية بقوانيننا وبتكيفية التطبيق تمييز بأي معنى تمييز بين اللبناني واللبناني الآخر حسب هن لأي طائفة خلقه بس فيه كمان تمييز وهيد النقطة الأساسية بساطة عليها الضوء بين اللبناني واللبنانية مهما تكون الطائفة ميراي على سبيل المثال أساءلها زوجها إلى أقصى الحدود إلا أنها لم تطلب الطلاق منه إلا بعد أن بلغت ابنتها سن الرشد مع أنه يمكن ما يتحسن بس أنه يمكن جبارة حالي فوق طبيعة الإنسان أنه يتحمل إلي ثلاث سنين أنا إلي ثلاث سنين عم عيني فيها للمحكم الشرعية أنه أنا ما عم بقدر أخذ لا حق إي ولا حق بناتي لا بالنفقة ولا بالحضانة ويتضمن التقرير توثيقا لحالات عنف منزلي فبيروت شهدت العام الماضي احتجاجات حاشدة بعد مصر عمرأتين في حالتين منفصلتين نتيجة الضرب المبرح من زوجيهما جبت رابار بالضرب يلي كان يضربني كان في رابار ضرب طبيب شرعي سبعة أيام راحة خمسة عشرين سنين تحملتوا لأنه ما بدي أتركوا مش لأنه بين حميل كل الغبن وكل الغبن الغبن يلي جميع أنواع العنف ميرسوا علينا تحملتوا لأنه ما بدي أتركوا بأي لحظة بيحقلوا يقول عني أو أي شيء أو يخترع لأي قصة ياخد من الولد وورد في تقرير المنظمة أنه في لبنان خمسة عشر قانونا منفصلا للأحوال الشخصية لطوائفه المعترف بها في غياب قانون مدني لتنظيم مسائل مثل الطلاق أو حقوق الملكية أو رعاية الأطفال هذه القوانين تدار من خلال محاكم دينية مستقلة بغير إشراف حكومي يذكر كثيرا ما تصدر أحكاما تنتهك الحقوق الإنسانية للمرأة وتطالب هيومن رايتس ووتش البرلمان اللبناني بسن قانون مدني اختياري يضمن حقوقا متساوية لجميع اللبنانيين ينضم إلينا من بيروت مدير مكتب هيومن رايتس ووتش نديم حوري صباح الخير أستاذ نديم بداية إلى ماذا تم الاستناد عند إعداد هذا التقرير هل هناك فعلا أرقام وأحصاءات رسمية تبين بأن هناك فعلا عنف ضد المرأة وتمييز ضد المرأة في لبنان نعم مرحبا التقرير أهميته أنه هو أول بحث يتطرك إلى الأحكام نفسها في العامين الماضيين راجعنا أكثر من 447 حكم صدر من المحاكم الدينية المختلفة في لبنان وتم تحليل من ناحية الزواج الطلاق حضانة الأطفال والوضع الاقتصادي للمرأة بعد الانفصال من زوجها ففي هذه كمية هائلة من الأحكام أكيد من القوانين تم مراجعةها للوصول إلى الاستنتاجات في التقرير يعني المرأة تتعرض للذور مرتين مرة من زوجها ومرة من قبل القوانين الموضوعة والتي يفترض أنها مفروض أن تكون عادلة بين المرأة والرجل هل هذا ما يخلص إليه التقرير؟ نعم هذا جزء ما يصل إليه التقرير هذا التقرير صراحة هو في استنتاجين أساسيين أول شيء أنه لبنان مثل ما كلنا بنعرف عنده تعددية دينية كبيرة وهذا غنى للبنان والتقرير لا يكون غير ذلك ولكن بنفس الوقت الدستور اللبناني والقوانين الدولية التي وافق عليها لبنان تقول أن يجب أن يكون هناك مساواة بين اللبنانيين واللبنانيات وهذا ما نراه غير موجود أبدا في الأحكام الأحوال الشخصية في القوانين ولكن أيضا في الممارسات على سبيل المثال هناك فقط طائفتين في لبنان من 18 لديها قضاة روحيين أو دينيين هم من النساء هناك عدم القدرة للمرأة المادية بعدد كبير من الأحيان خاصة عند المسيحيين من الوصول إلى المحاكم لطلب الانفصال أو غيره من هذه المواضيع وهناك أيضا نقطة ثانية أساسية أن هذه القوانين الدينية السلطة اللبنانية الدولة اللبنانية غائبة كليا للتأكد من أن هناك معايير معينة يجب احترامها لكل اللبنانيين واللبنانيات طيب أستاذ نديم هل المشكلة تكمن فقط في غياب القوانين التي ربما تجعل المرأة في مكان تطلب الطلاق تطلب الحماية وما إلى ذلك هناك ناحية أخرى هناك نظرة المجتمع هناك أيضا ثقافة المرأة بنفسها ربما قد لا تتوجه إلى الطلاق طلب الطلاق لأنها تدري ربما هناك من قد ينظر إليها بنظرة سلبية نعم لا شك أن هناك المشكلة القانونية وتطبيق القانونية لكن هناك أيضا مشكلة في نظرة المجتمع التي هي طبقة زكرية اليوم على سبيل المثال نعرف أن الزواج عند المسلمين يحق للمرأة عندما تعقد كرانها أن تطلب أن يكون لها الحق في طلب الطلاق ولكن عندما رجعنا الأحكام رأينا أنه في سبعين حكم طلاق لدى مثلا سبيل المثال طائفة سنية هناك فقط ثلاث حالات كان لدى المرأة الحق في العقد بالطلب من الطلاق لا شيء يمنعها من ذلك في القانون ولكن هناك نظرة مجتمعية وضغط مجتمعي يحول من أن تذهب بهذا الاتجاه عندما قابلنا أكثر من سبعين مرأة تعرضنا لامتياز وغيره رأينا أن نظرة المجتمع تلعب دور أساسي ولكن بنفس الوقت القوانين تلعب بدور أساسي وغياب الرقابة هناك قضاة دينيين جيدين جدا وهناك قضاة دينيين لا يطبقون الحق المشكلة هي هنا غياب الرقابة الفعلية لو تشرح لنا أيضا عن نظام القضائي فيما يتعلق بالأحوال الشخصية لأنه أيضا لبنان عنده مشكلة قانون الأحوال الشخصية الذي تظاهر كثيرون ضده وفي مشكلة فيما يتعلق كما قلت بالقضاء في الطوائف والقضاء الديني هل المشكلة بأنه لا يوجد قضاء مدني يهتم بهذه الأحوال وأنه كل طائفة تذهب لقضائها وبالتالي تكون محكومة بالطائفة وربما التوازنات داخل هذه الطائفة نعم هذا جزء أساسي من المشكلة هناك 18 طائفة في لبنان في 15 قانون طائفي للأحوال الشخصية وهناك لكل قانون طائفي محاكم دينية منفصلة تطبكه وجود هذه المحاكم ليس بحد ذاتها المشكلة المشكلة هي غياب أي رقابة من الدولة المدنية للتأكد أن هناك معايير أساسية تحترم وهناك أيضا غيابة في الرقابة الداخلية داخل منظومة هذه المحاكم الدينية على سبيل المثال أكثرية التوائف لا تطلب أن يكون القاضي متدرجا في القانون اللبناني وهناك عندما نحكي عن طلاق وحضانة وعندما نحكي عن فصل ملكية هناك نقاط أساسية لا نستطيع أن نقول الأجورة فقط موجودة في الدين هناك قوانين لبنانية يجب أن تحترم هناك مواثيك دولية على سبيل المثال احترام حماية الطفل وغيرها يجب على هؤلاء القضاة أن يكونوا متمكنين من هذه المادة النقطة الثانية القانون المدني غائب في لبنان وذلك بالرغم من أن عام 1936 هناك قانون في لبنان لحظة أن يكون هناك يوما ما قانون مدني للأشخاص في لبنان الذين يرغبون في ذلك وحتى اليوم أكثر من سبعين عاما بعد ذلك لا يوجد هكذا قانون يذهب العديد من اللبنانيين إلى كبروس وإلى بلدان أخرى لكي يتزوجوا بشكل مدني ولكن هذا ليس هو الحل الأمثل لأنه ما نراه أنه عندما يعدون إلى لبنان عدد كبير منهم يلاقي مشاكل بعد ذلك في موضوع حضانة الأطفال والملك الخاص وغيرهم واضح نديم باختصار سؤال أخير ماذا عن القانون المدني اللبناني إذا تعرضت المرأة من زوجها للضرب للإهانة للقتل هل هنا أيضا نتحدث عن تمييز في هذا الوضع كان هناك تقصير رهيب في لبنان بموضوع العنف ضد المرأة العام الماضي وبعد جهد كبير من المجتمع المدني اللبناني أقر المجلس النواب اللبناني بقانون ضد العنف ضد المرأة وهذه خطوة إيجابية ولكن بنفس الوقت هذا القانون المدني قال أن عندما يتعلق الموضوع بحضانة الأطفال وإذا يبقى الأطفال مع أمهم أو لا أن لا يتعارض هذا القانون مع أحكام الأحوال الشخصية وهنا لب المشكلة في كل ذلك هناك اليوم في لبنان منظومتان قانونيتان بشكل مختلف المنظومة الدينية والمنظومة المدنية قد يتواجد الاثنين ولكن ما هو المهم وما تقوله الموثيق الدولية أن على الدولة المدنية أن يكون لها الحق الكلمة الأخيرة عندما يكون هناك تعارض عندما يتعلق الموضوع بالحقوق الأساسية هذا لكي لا يكون هناك تمييز بين لبناني واللبناني وأن لا يكون هناك تمييز بين اللبناني واللبنانية شكرا جزيلا لك نديم حوري مدير مكتب Human Rights Watch في بيروت